كذا حتى بقى أكلمني بعد البيانات اللي حصلت من الشركة المتحدة ومن الهيئة الوطنية الإعلام ومن بريزنتيشن سبورت لقيت بعض الأهلوية بيكلموني الحقيقة وبيقولوا لي يعني طب أسلام هو النادي الأهلي لماذا لا يوجد موقف رسمي للنادي الأهلي حتى الآن والحقيقة أي حد في الدنيا عائل بيفكر حيعرف أن النادي الأهلي دائما يدرس كل الأمور والنادي الأهلي لم ينظر إلى هذا الأمر إلا بعد انتهاء المباراة يعني دلوقتي ممكن جدا ناجد خلال الساعتين ثلاثة اللي جاية أو بكرة الصبح بالكتير بحاجة تصدر عن النادي الأهلي إيه هي أنا معرفش ممكن ما فيش حاجة تصدر أنا لسه مش عارف لكن لما حد سألني بمعرفتي بالنادي الأهلي واللي بيحصل داخل النادي الأهلي لا النادي الأهلي طبعا بيفضل المصلحة العامة المصلحة العامة بتقولي أن أنا استنى لما بعد المباراة لأن الناس اللي سألتني سألتني قبل المباراة وأثناء المباراة والكلام ده كله لكن النادي الأهلي دائما بيدرس الموقف وينتظر أو انتظر إلى ما بعد نهاية المباراة وسوف يتم دراسة الموقف بين كل جوانبه وبعد كده يتم اتخاذ قرار علشان مصلحة النادي الأهلي بس الموقف الرسمي للنادي الأهلي حيبان خلال الوقت القادم الحقيقة ممكن يباني النهاردة زي ما قلت لحضرتك ممكن يباني الصبح هل يكتفي النادي الأهلي ببيانات اللي حصلت ده اللي احنا هنشوفه خلال الفترة اللي جاية ولكن في النهاية اللي انا عارفه ومعلومة ان النادي الأهلي انتظر لما بعد نهاية مباراة النادي الأهلي ضد بلميرس البرازيلي ثم سيكون زي قعدة كده يتم فيها دراسة الموضوع من أوله لآخره واتخاذ القرار الذي يراه مجلس إدارة النادي الأهلي للحفاظ على حقوق النادي الأهلي الأدبية فده حد كان بيسآلني على الموقف الرسمي بالنسبة للنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر